تتفاقم مشكلة البطالة في البصرة بسبب استمرار توافد العمال الأجانب خاصة الباكستانيين منهم الذين يحصلون على وظائف في شتى التخصصات معظمهم يتوارى عن الأنظار بعد انتهاء المدة الرسمية لإقامتهم بالتواطع مع جهات متنفذة ومنتفعة ما دعا بصريون إلى المطالبة بالحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل لأبناء البلد قضية العمالة الأجنبية والباكستانية بشكل خاص يعني حال حال بقية الأمور العشوائية اللي جاء علي منها بلدنا والتخطيط الغير جيد والجهات المتنفذة اللي توقف وراء هاتش عمالة وراء هاتش منفعة شخصية خاصة بهمهم طبعا مع الأسف انه وصل إلى مرحلة بحيث العمالة الأجنبية يخلص فترة تمديثة وبقاءها داخل البلد نجد هناك جهات متنفذة تدافع أو تقاتل في سبيل وجودهم بأنهم خضياتهم غير قانونية شركات القطاع الخاصة كان لها الدور الكبير في استقطاع بالعمالة الباكستانية أو الآسيوية وزجها في سوق العمل المحلي دون اعتبارات لوضع أولويات في تشغيل العمالة المحلية رغم الفترة التي كثرت فيها البطالة للشباب العراقي كثرت فيه العمالة الأجنبية وخاصة من دول الباكستان وباقي الدول راح تلاحظ أنه الوفود اللي تحضر من الخارج للعمل في العراق كثرت بشدة وهي سبب الرئيس الأولا أنه لأصحاب العمل أصحاب الشركات أصحاب المطاعم أصحاب الفنادق اللي ما يستقطبون الشاب العراقي جميع العوارض التي جاءت تحدث من الكوفيات والبساطي والعشوائيات سببها العمال الأجنبية التي انتشرت بالعراق وخاصة بالبصرة وخاصة هذا الناشد هذه الحكومة أن تأخذ جراز صحيح وجراز صانب هذه العملية حتى نتخلص من هذه الهويات الأجنبية التي انتشرت خاصة بالبصرة وهذه الظاهرة الموجودة الشباب على الطالب الطالب هاي من تشرين الشوارع والأرصفة وتخرج المعاهد والجامعات آلاف الطلاب سنويا يعمل أغلبهم في وظائف لا تمت بصلة لتخصصاتهم كباعة في الأسواق أو سائق سيارات أجر فيما يلتحق آخرون بجيش العاطلين عن العمل أثير العباد ديواني نيوز البصرة